بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأزمة بين أمريكا وفرنسا حقيقة أمريكا ما تقدرش تعمل حاجة غير كده هم غدروا بفرنسا لأسباب قوية أمريكا لازم تحصن مركزها في النحية التانية من المحيط الهادي وكده عشان كده راحوا لإستراليا وهيعملوا تمركز عسكري قوي هناك وما تستبعدش هيستقلبوا مهاجرين لإستراليا في الصورة الظاهرة هيقولك دول عمال وربما يكونوا في الحقيقة عمال وبعد كده هيقلبوا عسكريين خليني ألخص لك الموضوع في سؤال وجواب عشان ما تضعش مني وركز معايا السؤال الأول لماذا غدر الإنجليز والأمريكان بالفرنسيين باختصار يا جماعة أرجعك بالتاريخ لورا شوية لما فشل الإنقلاب العسكري في تركيا كان الإنجليز والأمريكان عايزين يعملوا غزو عسكري على تركيا مرة تانية ويتخلصوا من أردغان ورفاقه وحكومته وكل من يعارضهم طبعا ويرجعوا يمكنوا العساكر بتاعهم يعني يمكنوا العساكر اللي هما فشلوا في الإنقلاب في الحقيقة ما كانش قدامهم لإتمام السيطرة على الموقف إلا هذا الأمر طيب الإنجليز والأمريكان ما يقدروش يعمل الموضوع دوت إلا بالدعم الأوروبي أوروبا طبعا ما رضيتش تدعمهم وعندها أسباب قوية جدا أن هي ما تدعمهمش أوروبا عارفة أن روسيا منتظرة تحرر تركيا من القبضة الأمريكية وبالتالي لو هما جوم يحرروا لو جوم الإنجليز والأمريكان وساعدتهم أوروبا على أن هما يخزوا تركيا من جديد وكده فروسيا مش هتوقف سكتة واللي هيحصل أن روسيا سوف تهاجم أوروبا بكل شراسة ودي الأمور دي أنا أقولها لك استنتاجا لأن ده من تمركز كل واحد فيهم ومن النواية التاريخية لكل واحد فيهم تقدر تصل إلى هذا الاستقراء طبعا اللي حصل والتهديدات اللي حصلت في غرف المخابرات المظلمة أن الروس باختصار وبصراحة قالوا لهم غزو تركيا خط أحمر ومش هنسكت وفجأة كانت الدنيا كلها هتتحد فوق دماغ الأوروبيين فأوروبا خافوا من شيء مهم جدا إيه هو الشيء ده خافوا من تكرار سيناريو الحرب العالمية الأولى يعني الإنجليز والأمريكان يورطوهم في حرب المرة دي بقى مش مع تركيا بس ده مع تركيا ومع الروس والصين هيدعمه الروس من الخلف وبوتين بيقبض التمن قبل ما يعمل أي حاجة وماسك نفسه يعني هو تاجر حرب الوقتي وتاجر دماء وكده فبالتالي أوروبا طبعا حسبتها قالت لك الوقتي أنا لو ساعدت الأمريكان والإنجليز عايزة أشرط عليهم شروط عشان ما يسيبونيش في وسط المعركة يبدو أن التفاهمات بين أوروبا وبين الإنجليز والأمريكان من الناحة التانية فشلت لأن أوروبا طبعا هتطلب أسرار عسكرية وهتطلب صواريخ بكميات معينة وهتطلب أن هي تسيطر على الصواريخ والطيران اللي ييجي وكده وهتطلب أمور كتير فطبعا أمريكا لو ادتها هذه الأمور معناها أن هي بتزود الطينة بلى يعني بدل ما مشكلتها تركيا وروسيا هتبقى مشكلتها أوروبا وتركيا وروسيا وأوروبا نفسها تتمرد عليها طيب من ناحية تانية أوروبا مش هتسخ في أمريكا إلا لو خدت الحاجات دي لأنها لو وسقت من غير ما تاخد الحاجات دي هي عارفة أن الأمريكان هيدعموها صح لكن مش هيدعموها بالقدر الكافي لتحقيق نصر ومالها هيدعموها إزاي هيدعموها بحيث أن المعركة تستمر ويكون شديدة الشراسة فالأوروبيين يتهلكوا والروس والأتراك ومن وراهم الصينيين كمان يتهلكوا من ناحية تانية وتيجي أمريكا في الآخر هي اللي تاخد ثمرة المعركة كلها ودي عملية عملوها في الحرب العالمية التانية والإنجليز والفرنسيين عملوها في الألمان في الحرب العالمية الأولى يعني سيناريو مقروق في التاريخ والعسكريين مش هينسوا الموضوع ده طبعا فيه جوانب تانية هقولك عليها بس من فضلك الأول اعمل لنا إعجاب بالفيديو والإخوة الجدد يشاركوا في القناة والإخوة جميعا يفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم الجديد وأهم دعم للفيديو يا جماعة لو سمحتوا أنك انت تشاهد الفيديو من البداية للنهاية وجزاكم الله خيرا هتيجي عندنا أسئلة مهمة تانية كمان زي إيه لماذا أمريكا والإنجليز قرروا أنهم يروحوا لإستراليا والمنطقة الشرقية القصوى من العالم دي هقولك باختصار يا أبو الشباب لأن الحتة دي بعدها المحيط الهادي فيه شوية جزر مثلا زي غوام جزر مريانا وجزر هونولولو وفيه منطقة تانية اسمها بابو غينيا الجديدة وفيه شوية جزر فيه المحيط الهادي كلهم إما تحت السيطرة الأمريكية إما هي أراضي أمريكية فعلا إما فيه تحالفات مع أمريكا وبالتالي أمريكا لما تيجي تعمل إمداد من أقصى الشرطة بتاعها اللي هو على المحيط الهادي زي لوس أنجلوس مثلا ومنطقة كاليفورنيا والحيطة دي أعتقد كاليفورنيا ما خدتنيش الزاكرة يعني لما تيجي تعمل إمدادات من المناطق دي عشان توصل لإستراليا هيبقى خط الإمداد بتاعها صحيح طويل لكن هو آمن لأن هي هتقدر من خلال التمركز في الجزر بتاح حلفائها أو بتاعتها وأغلبها بتاعتها في الحقيقة نزعتها بالقوة يوم من الأيام وهي في القانون الدولي أراضي أمريكية بالقوة وبالتالي هتتمركز في غوام في هونولولو في مش عارف مع مريانا مريانا دي على فكرة ما هيش أمريكية هتيجي تتمركز بشكل أو بآخر وهتوصل الدعم بكل أرياحية لإستراليا طيب هل هي من خلال إستراليا هتقدر تهاجم الصين هيكون الموضوع فيه صعوبة برضو على فكرة يا جماعة يعني الموضوع مش سهل لأنه من إستراليا للصين كذلك المشوار كبير هو يعني المشوار من أمريكا للإستراليا قد المشوار اللي من إستراليا للصين حوالي مرتين لكن المشكلة في الطريق اللي بين الصين وبين إستراليا بيعدي على مناطق كتير زي مثلا الفلبين وبعد كده هيمشي تاني هيعايز يخش بقى ممكن يخش على بحر الصين الجنوبي وبعدين هيعدي على أندونيزيا وهيعدي يعني أنا مش بقول لك بالترتيب بس بقول لك الحتة اللي هو هيعدي عليها عشان كده على فكرة أمريكا حاولت تعمل مع أندونيزيا معهدات شوية اللي فاتوا وفشلت المفاوضات معهم وكده فخلاصة الموضوع أن هما يوصلوا إلى الصين موضوع فيه صعوبة كبيرة جدا طيب هل الصين تستطيع أن هي توصل لهم نفس الشيء فيه صعوبة كبيرة جدا كذلك لأن الصين الوقتي هتيجي أن هي عايزة توصل تمشي المشوار ده هتلاقي حلفاء لأمريكا على الطريق وشغل المخابرات ووجع قلب وقصة حزينة فبالتالي يعني مسألة الاشتباك في النقطة دي صعب طيب إيه اللي خلى الإنجليز والأمريكان راحوا لهم هي المسألة صعبة هم راحوا باختصار عشان يحموا ما يمكن أن هم يحموه في المنطقة بالذات استراليا قرة كبيرة ضخمة 6-7 مليون كيلو متر مربع وفي السكان فيها 30 مليون مثلا أو ربما أقل من 30 مليون فطبعا المنطقة دي هي حيوية جدا بالنسبة للأمريكان وهيطرد النفوذ الفرنسي من هناك كمان وهيحموا نيوزيلاند وهيحموا باب وغينيا أو ربما يحتلوها ما تستبعدش وهيبدأوا أن هم يمشوا بالسياسة النوائية كل شوية يقطع المسافة ويضيقها المشكلة بقى يا جماعة لنا حططلكم عليها العنوان في تلت دول فعلا هم مهددين أن الصين تغزوهم بمعنى الكلمة إيه هي التلت دول دوت أول حاجة تايوان ودي الصين أعلنتها صراحة أن تايوان أراضي صينية وإن إحنا هنضمها ولو بالقوة فدي خلصنا منها الدولة التانية هي كوريا الجنوبية ودية الصين هتقولك أنه والله ما ليش دعوة بالموضوع ده مش أنا اللي غزيتهم لكن هتصلت كوريا الشمالية أن هي تعمل غزو على كوريا الجنوبية وهيقف الأمريكان يتفرجوا ومش هيقدروا يعملوا أي حاجة لأنهم مش هيقدروا ييجوا عن طريق المحيط ولا هيقدروا يقطعوا المسافة من أستراليا حتى للصين المسألة في منتهى التعقيد فالصين هتضم تايوان بالقوة زي ما قلت لكم وهتصلت كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية في الوقت اللي كوريا الجنوبية مش هيقدر يجيها أي إمداد من أي حتة فمش هيبقى قدامها أي حل من الحلول هتبقى الدولة الثالثة هي إيه بقى؟ اليابان اليابان هيعملوا فيها إيه؟ اليابان ممكن يغزوها غزو عسكري فعلي وممكن ما يغزوهاش غزو عسكري ولا حاجة بس يضغطوا عليها بكل السبل وبيقول للقوة إن هي الإدارة في اليابان تغير ولاها من البيت الأبيض في أمريكا يعني تكفر بالبيت الأبيض يعني تتمرد على أمريكا وترجع تتحالف مع الصين وبتحالف اليابان مع الصين هيبقى في الشكل العام إنه هو تحالف لكن في الحقيقة هيبقى استعباد يعني زي العلاقة كده بين مصر وأمريكا بييجي واحد يقولك في مصر إن الأمريكان أصدقائنا من الجماعة الحكومات دول المتتابعة كلها يعني السيسي وحسن مبارك قبلي وأنور السادات وجمال عبد النصر في أول عهده وكده بيقولك الأمريكان دول أصدقائنا والأمريكان دول مش عارفين في الحقيقة ما فيش صداقة في الحاجات دي الأمريكان أسيادك وبيتدوق بالجزمة وهتعمل اللي هما عايزينه وبيبتزوك وبيحلبوك لمؤخزة زي ما تكون انت بقرة بالنسبة لهم مش أكتر من كده ولما بتكبر في السن البقرة بتتدبح عشان يستفيدوا باللحم بتاعها بيعملوك بهذه الطريقة فالصين هتعمل مع اليابان نفس العلاقة وعلى فكرة ما هي أمريكا عاملة مع اليابان نفس العلاقة فالخلاصة اليابان هيبقى قدامها إن هي إما إن هي تكفر بعبادة أمريكا وتروح تعبد الصين في المعاهدات وتقبل المعاهدات الجائرة يعني اللي بتعملوا مع الأمريكان النهاردة هتعملوا مع الصين بكرة ولكن هتبقى اليابان زي ما هي بالضبط يعني مش محتلة وما فيش احتلال عسكري لها لكن هكون الصين نزعت منها القرار السياسي بتاعها وبهذه الطريقة إيه اللي هيحصل هتبقى يعني في الظاهر إنها حكومة يابانية لكن في الحقيقة إن هي بتتلقى الأوامر من الصين زي ما هي الوقتي الظاهر حكومة يابانية لكن في الحقيقة بتتلقى الأوامر من الأمريكان الكلام ده يحصل بناء على قانون العصابة يا جماعة لأن الوقتي اليابان عشان تستمر في عبادة الأمريكان وتلقي الأوامر منهم وتفضل تحت الابتزاز الأمريكاني عشان ده يحصل لازم تكون أمريكا تقدر إن هي تعاقبها وتقدر إن هي ترضعها وتقدر إن هي تحميها في نفس الوقت فهي الوقتي لو تمردت على أمريكا بحماية صينية يا أمريكا مش تقدر تعمل لها حاجة وهي الوقتي في نفس الوقت أمريكا مش هتقدر ترضعها وفي نفس الوقت مش هتقدر تحميها من أي غزو صيني محتمل وممكن تيجي الإدارة جوة اليابان تقول لك لأ وإحنا يعني هيصمموا على الولاء الأمريكي وكده والصين تأوم لهم شوات مشاكل داخلية أو حتى تعمل لهم غزو سريع كده يعني سندوتش غزو سندوتش سريع غزو كده تولي أولياء معينين أو تولي حكام معينين جوه والحكام المعينين دول يكونوا موليين للصين ولكن الأرجح أن الصين هتعمل على تحرير القرار الياباني بشكل أو بآخر وهتدي امتيازات مرحلية للإدارة في اليابان فالإدارة في اليابان هتلاقي انتقال سلس من التحالف مع الأمريكان إلى التحالف مع الصين لكن بعدين بقى لاحقا هتملي عليها الشروط اللي انت عرفها يا بو الشباب بقى لها تبقى شروط ابتزازية بمعنى الكلمة طبعا الصين لن تقف مكتوفة الأيدي لما تلاقي الأمريكان جايين يتمركزوا في استراليا خاصة أنه الظاهر أنه معاهدة استرالية أمريكية إنجليزية لكن الباطن مختلف تماما يعني ده بس السبب المعلن أما الحقيقة الخفية أن رئيس الوزراء الأسترالي وكل الإدارة الأسترالية هتقعد في بيوتها أو مش هتقعد في بيوتها يعني هتظهر بس على الشاشات وتتكلموا كده لكن الفعل الحقيقي هو تمركز عسكري إنجليزي أمريكي السلاح إنجليزي أمريكي الولاء إنجليزي أمريكي القادة نفسهم هيكونوا إنجليزي أمريكان أو قادة استراليين ولكن في الحقيقة دماغهم مغسولة يعني ولاءهم إنجليزي أمريكي صرف يعني باختصار مش هتبقى استراليا أو الحكومة الاسترالية هناك هتبقى الحكومة الأمريكية والإنجليزية هتقف قدامهم بضع مشاكل طبعا قلت لك موضوع الإمداد هيكون يعني مش سهل كتير بس أحسن بكتير من منطقة الشرق الأوسط يعني إلى حد تقدر تقول مثلا مضمون 90% لأن الصين لو فكرت تقطع الإمدادات كمان هتمشي مشوار كبير عشان تقطع الإمدادات وكده يعني المسألة ممكن تكون معركة كلها في المحيط الهادي لو حصلت حاجة زي كده عموما مش هتحصل معركة على الأقل كم سنة الجايين دول الله أعلم الأحداث بتتطور بسرعة بس أنا أقول لك الخطوة اللي خدوها الإنجليز والأمريكان مش هتأدي إلى معركة في الوقت الراهن لأن مازال الصين آمنة في مكانها بس طبعا هتعمل حسابها على المستقبل وهتبدأ تاخد خطوة تانية فالصين هتفكر زي ما أنا قلت لك كده في أن هي تأخذ كوريا الجنوبية عن طريق كوريا الشمالية يعني تمكن كوريا الشمالية من غاز وكوريا الجنوبية وتنتزع ولاء اليابان وتضم تايوان بالقوة يبقى هي كده نظفت نظفت المنطقة بتاعتها الملسقة لها من الأفاعي لأن كوريا الجنوبية يفصلها عن الصين البحر الأصفر وخطير جدا أن يكون ولاء دول للأمريكان واليابنيين قريبين كذلك وخطير جدا أن يكون ولاءهم للأمريكان وطبعا تايوان هي أصلا أراضي صينية واللي بينها وبين الصين بتاع 200 كيلومتر كلهم مية أو 150 كيلومتر كلهم مية وكده بيسموه حتى خليج خليج تايوان أو كده أو مضيق تايوان فالخلاصة أن الصين هتستفيد أن هي نظفت المنطقة اللي حواليها من الأفاعي وهتبدأ بقى تفكر إيه في التوسع أمريكا عشان تحد من التوسع جم هم والإنجليز يتمركزوا في استراليا وبعدين حسبوها قالك إحنا مش محتاجين الفرنسيين في أي موضوع إقلب الفرنسيين من هنا ده هم اللي وقفوا في الشرق الأوسط وشرطوا علينا عشان موضوع الحرب وهم اللي خربوا علينا أوروبا كلها وكده وبالتالي الإنجليز والأمريكان هيتمركزوا في الحتة دي لوحديهم لأنهم يقدروا ياخذوا الغنيمة كلها لوحديهم طيب الوقت في استراليا 30 مليون نسمة مثلا وناس مرفاها والناس دي مش هينفع أنها تقاتل أنا هقولك أتوقع الفترة الجاية أمريكا هتبدأ تجيب سكان في المنطقة دي ممكن أن هي هتفكك إسرائيل وهتجيب لك شوية الناس اللي هم جمعوهم في إسرائيل أعتقد 6 مليون 7 مليون واحد هيجيبوهم زي ما هم كده وهيجيبوهم يقعدوهم في استراليا لأنهم الوقت الأمريكان عرفوا أنهم خسروا الشرق الأوسط تماما وعرفوا أنهم مش هيحموا إسرائيل ومش هيقدروا يحموا إسرائيل في النقطرية فالوقت اللي خلاص خسرنا الشرق الأوسط خلينا بقى إيه ناخد اللي ممكن ناخده من المنطقة هياخدوا الـ 6-7 مليون دول يحطوهم هناك وبعدين هياخدوا كل التقنية العسكرية كمان اللي هم أدوها لإسرائيل وكده وبعد كده كمان هيبدأوا بقى إيه لسه برضو العدد قليل هيبقى العدد وصل مثلا وصل 30-35 مليون لسه قليل هيبدأوا يجيبوا جنود من الهند الصين هتضغط على الهند طبعا هتقولها هتودي جنود هناك هغزوك على دولها هعملك غزو وهتلكك عليك فدي ممكن تكون فيها صعوبة شوية لكن برضو الأمريكان هيفكروا أن هم يجيبوا جنود من أفريقيا من جوة الروس الوقتي بيبوزوا المستعمرات الفرنسية داخل أفريقيا وبالتالي مسألة جلب الجنود الفقراء من أفريقيا ما بقتش سهلة زي زمان فهتعثر عليهم الموضوع ده أنا أعتقد الخطوة اللي هتلعبها الصين الجاية أن هي هتبدأ تعجز الأمريكان عن إيه عن أن هي توفر جنود تنقلهم إلى استراليا لكن الأمريكان لسه في مجال الجنود دول عندهم أوراق كتير ممكن يجيبوا مرتزقة من كولومبيا وممكن يجيبوا من المناطق اللي هم خربوها قبل كده بقى المكسيك وكل منطقة أمريكا الجنوبية اللي هم ضحايا للأمريكان وهناك فقر كتير والمناطق دي يبدأوا يغضوا الفقراء منهم وبالذات الشباب منهم مش هيغضوا أي حد طبعا ويبدأوا أن هم يهجروهم لإستراليا بس مش هيهجروهم بقى التهجير اللي هو المعتاد أنه هو ييجي ويشتغل مش عارف فين وياخد معونة اجتماعية مش عارف إيه لو مرض ويشتغل مش عارفين ما أعتقدش هكون الصورة دي إنما الصورة هكون في عقود عمل وعقود العمل دي هتحدد عليه مناطق معينة ما يخرجش منها وهتمنعه من حق أنه هو يطلب لجوء سياسي وهيطلبوا منه أصلا قبل ما ييجي هيطلبوا منه شهادة حسن سير وسلوك من الحكومة بتاعته عشان ما يقدرش يطلب لجوء سياسي هناك هيبدأوا أنهم يخشوا بهذه الطريقة وبعد كده يدخلوا الناس دي على أنهم عمال وهيعملوا مصانع كتير في استراليا هتكون أغلبها مصانع عسكرية غير حساسة وخد بالك أن الإمارات على صغر حجمها لما تيجي تقارنها باستراليا اللي أنهم الأمريكان تمكنوا من أنهم يجيبوا 9 مليون مهاجر وتسعة مليون مجنس دخلوهم الإمارات وأصبح معهم جنسيات إماراتية ومحسوبين في الأمم المتحدة أنهم إماراتيين برغم أن عدد سكان الإمارات الحقيقي ما يكملش المليون نسم حتى فتخيل بقى إيه أن الحتة البقعة الصغيرة دي جابوا فيها تسعة مليون وما للقارة الضخمة جدا اللي اسمها استراليا دي ممكن يعملوا فيها إيه هم بيجهزوا لمعركة شرسة والمعركة طويلة بس هي الوقت مسألة التمركز أنت تقف هنا ونقف هنا ده ياخد موقع كويس ده ياخد موقع يعرق للتاني ده ياخد موقع يعمل ردع للتاني ده الوقت الشغل اللي هو إيه شغال هل هتشتعل معركة الله أعلم لو اشتعلت معركة على الأرجح مش هتكون في الشرق الأوسط لو اشتعلت معركة على الأرجح هتكون في منطقة المحيط الهادي ممكن استراليا ونيوزلند وبابوغينيا الجديدة ومش عارف كم دولة حواليهم كده ممكن يجيبوا من الفلبين وممكن يهربوا شوية من الهند وممكن ينقلوا ناس من أمريكا الجنوبية إلى استراليا زي ما قلتلكم ممكن حاجات زي كده تحصل بس ما اعتقدش هتكون فيه معركة في الشرق الأوسط ليه بقى؟ لأن معركة في الشرق الأوسط معناها أن انت جاي على أرض الروس وجاي على أرض الأتراك والحلفاء الأوروبيين بتوعك أصلا تخلوا عنك وانت لسه غادر بفرنسا يعني انت جاي منطقة مفيش ليه فيها حبيب خالص وكلهم أعداء وجاي تتخانئ يعني يبقى في منتهى الغباء أنا متأكد أن الخطوة اللي خدوها الإنجليز والأمريكان أن هم نقلوا كل الصراع إلى المنطقة بتاع المحيط الهادي رية عشان خاطر يوقفوا تمدد الصين هم مش قادرين في الحقيقة أن هم يغزوا الصين أو يتخلصوا من الصين فقال لك على الأقل خالص خلينا إحنا إيه نوقف تمدد الصين مرحليا وبعدين بقى إيه نفكر هنعمل إيه في الخطوة اللي بعدين أوروبا طبعا الوقتي بمسألة منطقية إن هي هتفكر في مصالحها هي وهتفكر في تحلفاتها هي ومش هتعتمد لا على الإنجليز ولا على الأمريكان مرة تانية اللي أقدر أكدوا إن أمريكا خرجة بمعنى الكلمة بالذات بعد اللي هي عملته مع فرنسا ده معناها إن هي بتقول لك أنا خرجة وفيه مثل في مصر بيقول لك إيه يا رايح كتر من الفضايح فهم عملوا الموضوع دوت مع الفرنسيين خسروهم تقريبا مئة مليار لحد الوقتي أو كده ونزعوا المستعمرات بتاعتهم ومش عايزة عيد الكلام بقى وكده إيه فهم قال لك يا رايح إيه كتر من الفضايح الشكل بقى والتشكل الجديد يا بو الشباب إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يصر الأمر بإذن الله رب العالمين ونقدر بقى نستعيد بقى أمجاد الأمة ونقف على رجلينا مرة تانية لإنه خد بالك إحنا لحد الوقت برغم التقدم التركي والأمور ديت يعني عوضنا فجوة كبيرة في التكنولوجيا العسكرية بيننا وبين الشرق أو بيننا وبين الغربة في نفس الوقت لكن ما زال يا بو الشباب الموضوع لسه فيه فجوة وفيه فجوة مش قليلة يعني إحنا ممكن عوضنا 80% ممكن عوضنا 80% 70% 80% مثلا كده لكن إحنا لازم نعوض الفجوة بشكل كامل ولو دي حصلت بقى والشبابة هترجع أيام السلطان سليمان القانوني مش جزه أيام اللي هم مطلعينه كده الراجل ده ضبط العالم ورضع الظالمين وكان يقيم العدالة في كل البلاد وكانت الدول الضعيفة بتستغيث به ينصرها يعني هو غير الشخص اللي طلع في المسلسل ده سيبكم منه غيره مختلف عنه تماما استغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته